عقد صباح اليوم أعضاء المركز القضائي للمصالحة العامة العامة مؤتمر نقاش عالي المستوى وذلك بمركز تدريب من أجل الدراسات والتنمية سيفود بحضور المفتش العام للدولة آدم محمد شرف الدين تحت شعار تعزيز الديمقراطية والمواطنة وكيفية الحصول على العدلة وبرعاية من وزارة العدل المكلفة بهقوق الإنسان نظم مؤتمر نقاشيا عالي المستوى الذي يحدث إلى ترويج الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والعلاقة بين المواطن والقضاء إضافة إلى كيفية تمكين المواطن من الإشكاليات التي تواجههم في الوسط الإقليمي ووضع حلول للعاليات التي عددت إلى ترويج المواطن من الحصول على الخدمات العامة المتعلقة بالعدلة هذا وأن المؤتمر النقاشي شهد مداخلات عدة من قبل المشاركين فيه يمكن تلخيصها في أن المواطن لح الحرية المضلقة في الحصول على الخدمات العامة في أي دولة من دول وسط إفريقيا وحتى دول العالم كما أكد ممثل منذوبية الاتحاد الأوروبي إلى أن سياسة الاتحاد هي الديمقراطية والعيش بكرامة دون تمييز في اللون والإرق وأن حماية المواطن والتمكن من الحصول على الخدمات العامة له عمر في غاية الأحمية محاولة يفترض أن لا تكون الأخيرة يجب الإيضاه خلال المناسبات الأخرى المماثلة أن الدستور يضمن حقوق وواجبات الأفراد في أي بلد كان في العالم وقبل الوقوع في الخطأ يجب علينا الإحاطة بما يحتويه دستور البلاد علما بأن القانون لا يحمي المغفلين دشنا أول أمس الأمين العام النائب لوزارة الأمن والهجرة زكريا محمد حقار مركز مراقبة الحدود بمركز إداري لريمع في الحدود مع دولة الكاميرون حيث تم بناء هذا المركز بتمويل من المنطقة الدولية للهجرة المناسبة حضرها عدد من السلطات الإدارية والعسكرية إلى جانب الشيوخ التقليدين بإقليم ما يكيبي غرب هارون أب آدم بهدف تعزيز أمن الحدود والمعابر والحفاظ على سلامة التنقل من وإلى جات فإن المنظمة الدولية للهجرة أو أيام وفي إطار الشراكة مع الحكومة قدمت دعما ماليا لتشهيد هذا المبنى بقرية بوبامي بريف مركز إداري لري في مقاطعة لاك لري بإقليم ما يكيبي غرب وأن هذا المبنى هو مركز مراقبة الحدود وأن مهمة المركز هي تسهيل الإجراءات للمسافرين زهابا وإيابا ومنح تأشيرة الدخول للقادمين من دولة الكاميرون بحيث أن قرية بوبامي متاخمة للحدود مع مركز إداري فجل بشمال الكاميرون وأن مركز مراقبة الحدود يتكون من صالتين مجهزتين بمعدات إلكترونية حديثة وصالة لأجهزة حفظ البيانات وصالة للانتظار ومكتب حمامات داخلية وأخرى خارجية ومظلات للمسافرين أثناء التفتيش والإجراءات بالإضافة إلى برجين للرقابة عن بعد وأن التقلفة المالية وصلت إلى أكثر من 60 مليون فرنق السيفاء بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة أو أيام وأن تأخير تنفيذ المشروع جاء بسبب الصعوبات الفنية حسب التصريحات مسؤولي الشركة المنفذة وخلال حفل التدشين الرسمي قال الأمين العام لإقليم مايوكي بيغرب يعقوب بركة إن هذه المنطقة تتعرض لبعض العمليات الإجرامية مثل خطف الأطفال وهجمات قطاع الطرق وأن بناء هذا المركز جاء في الوقت المناسب لوضع حد لكل التهديدات الأمنية وأشدد على ضرورة المحافظة الجيدة على هذا المبنى ومحتوياته وفي كلمته الأمين العام النائب لوزارة الأمن العام والهجرة زكريا محمد حقار أكد أن الحكومة تسعى دوما لزيادة مستوى مهنية الشرطة وثم نعل الجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية للهجرة أويين وأن هذه الوحدة من أفراد الشرطة ستعمل لمكافحة تسلل لجماعات الإرهابية ونشد السلطات المحلية بالتعاون مع الأعملين بالمركز وأخيرا تم قص الشريط لإعلان التدشين الرسمي وتجول الوفد داخل المبنى للتعرف على ملحقاته والعمل الذي ستقوم به وحدة أمن الحدوط التابعة لإدارة الهجرة للإشارة فإن المنظمة الدولية للهجرة تدعم الحكومة الكادية في مجالات عدة خاصة في إطار تعزيز الجهود الرامع إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإنفلاتات الأمنية قدمت مؤخرا جمعية أياد الأخوة الخيرية بالتنصيق مع الجمعية التركية وقف الديانة التركية ووزارة الشؤون الاجتماعية عدد من رؤوس الأبقار في عدة مناطق بجنوب البلاد التفاصيل لدى آدم حسن مكاوي خمسمائة وثمان وخمسون بقرة هي جملة الأضاحي التي أوفدتها جمعية أياد الأخوة الخيرية بالتنصيق مع الأشقاء الأتراك في منظمة وقف الديانة التركية ووزارة الشؤون الاجتماعية إلى جنوب البلاد وتحديدا مدينة مندو ومركز إداري قوري بهدف نشر فرحة عيد الأضحى على الأسر المحتاجة والمستضعفة مجزرة الحرية بمدينة مندو كانت شهدة على ذبح الأضاحي وتوزيع لحومها إلى الفئات المحتاجة خلال أيام عيد الأضحى كما استفاد اللاجئين والعائدين في كل من موقع دون ماجا وأنبوكو ودهلو ودوسيل اللاجئين بمركز إداري قوري من هذه الأضاحي التي عاجز المستفدين منها عن الشكر والتعبير رئيس مركز إداري قوري هو الآخر شكر مرضمة وقف الديانة التركية على بادرتها الطيبة وجدروا بالإشارة أن جمعية أياد الأخوة الخيرية بالتعاون مع منظمة وقف الديانة التركية قامت بتضحية 1450 بقرة على مستوى البلد واستفاد من هذه الأضاحي بشكل عام 50750 أسرة ما بين لاجئة وعائدة نهاية النشرة الرئيسية لهذا المساء قدمناها لكم من الفضائية الجادية تقبل تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار في أمان الله ترجمة نانسي قنقر